صلي صلاة للتحرذ من كل سوء وداء وبلاء ووباء ركعتين لله اللهم يا من هو لأوليائه آنس الآنسين ويا من هو ضمين خلاح من اتقاه وابتغى إليه الوسيلة بأصفيائه وأحبائه من آلياسين اللهم إني بمحبتهم وولايتهم إليك أتوصل وبالصلوات عليهم لديك يا ذا الجلال والكبرياء أتوسل اللهم فصل سببي بسببهم واجعلهم لي أعوانا على ما أدعو لي ولأبناء دعوتي من المؤمنين والمؤمنات وأولادهم وأسعف بحرمة موالينا هؤلاء الكرام جميع آمالي وآمالهم وآمالي في إرفادهم اللهم صل على محمد وآله وألبسني عافيتك وجللني بعافيتك وحصني بعافيتك وأغنني بعافيتك وكرمني بعافيتك وتصدق علي بعافيتك وهب لي عافيتك وأفرشني عافيتك ولا تفرق بيني وبين عافيتك في الدنيا والآخرة وجللني من عواطف كرمك ولطائف عصمك وسوابغ نعمك بمعاطف قدسية وحلل سنية فاخرة أسألك يا رب أن تجعل الشر تحت أقدامنا والخير بين أعيننا وأن تفيض الحكمة علينا وتميل بالنعمة إلينا اللهم وق أنفسنا بكلماتك التامات المباركات المقدسات الطاهرات من شر كل دابة أن تآخذ بناصيتها ومن شر كل أزمة أن تأدرى بداهيتها ومن شر فتن الأيام وطوارقها ومن شر دواه الأزمان وبوائقها ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر من كان مفتنا خبيرا ومن شر من كان مفتتنا سفيها اللهم إنك لنا في جميع أمورنا نعم المولى ونعم النصير والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير اللهم تقبل صلواتي ونسكي وقرباتي وتقبلوا يا آل طاها ويا سين سجداتي وكونوا لي شفعاء عند ربكم لاستجابة دعواتي بأن يستجيب الله بجاهكم لي ولجميع المؤمنين دعاءنا ويتقبل أعمالنا ويغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا ويهب لنا آمالنا ويرحم صغيرنا وكبيرنا ويؤدي لنا ديوننا ويكون لنا في الشدائد ويكون لنا في عوننا ونصيرنا ويدفع عنا الآفات والبليات والمخافات والشرور والقحط والأعراض والأمراض والوباء والضيق والظلم والصمم والبكم والعماء والحرق والغرق وسائر الآفات كلها لا سيما عن هذه البلدة وسائل بلاد المؤمنين والمؤمنات ويرزقنا رزقا حلالا واسعا طيبا وأن يمطر علينا دابا من البركات غماما صيبا اللهم صل على محمد وآله الأئمة الطاهرين الباطنين منهم والظاهرين ودعاتهم السادة الجلة العلماء الماهرين وقادت الملة المتجلين لهداية الخلق كالنجوم والأهلة الزاهرين المترجم للقناة